أكد وزير التقطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفخوري ضرورة تبني استراتيجيات إحصائية وطنية لتوحيد جهود المؤسسات المعنية لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة والموضوعية جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي الـ 41 للمعهد العربي للدراسات والبحوث الإحصائية بمشاركة ممثلي 18 دولة رئيسة مجلس أمناء المعهد دكتورة ميرال توتليان من جهتها أكدت على ضرورة تعزيز العمل الإحصائي الرسمي العربي لخدمة التنمية العربية وإرساء سياستها وقرارات مؤسساتها على الأدلة والمعلومات الإحصائية ونقش الاجتماع خطة عمل المعهد وبرنامج عمله لعام 2017 استنادا إلى الخطة الاستراتيجية للفترة ما بين 2014-2018